ماذا تقصد بالتربية الوالدية؟ نعم طبعاً هو يطلق التربية الوالدية يطلق التنشئة الأسرية يطلق التربية الأسرية فعندنا أكثر من مصطلح يتكلم عن نفس الفكرة وهي قضية ما هي الممارسات التي يقوم بها الآباء والأمهات لتنشئة أبنائهم جميل لما نتكلم عن التنشئة في الغالب نحن نتكلم عن جوانب اجتماعية بمعنى كيف أنني استطيع أنني أنقل الابن من كونه إنسان أو طفل وكائن حي فقط إلى كونه كائن اجتماعي بالتالي هو يكتسب من عندي العادات ويكتسب من عندي الأفكار والتوجهات وهذا يتم من خلال هذه الممارسات جميل جميل طيب إذن المقصود بالتربية الوالدية هي التنشئة الأسرية لهذا الطفل